الاجتماع التشاوري على المستوى الذي جمع وزير البنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر ووزير الآفاق الاقتصادية والشراكة الدولية موسى باتراكي مع ممثلي كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك تنمية الدول وسط إفريقيا يهدف إلى تقييم تنفيذ الطريق العابر للصحراء الذي يربط البلاد مع دولة النيجر ويبدأ من المصاقط مرورا بما سكوري أمغوري بور ريجريد حتى حدود النيجر وبحضور فني الوزارتين بدعت فعاليات هذا الاجتماع وعرض في بدايتها وزير الآفاق الاقتصادية والشراكة الدولية موسى باتراكي الدوافع الرئيسية لهذا الاجتماع وقال إنه يهدف إلى مراجعة خاصة لثلاث ملفات وهي ملف مشروع رصف طريق ماساكوري أنغوري وميريجريد إلى الحدود النجرية وهي المكوينة لمشروع الطريق العابر للصحراء ليتناول الحديث وزير البنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر وقال نريد أن نعرف معا جميع المشاريع التي تم تعليقها أسبابها ومدى تقدم المستأنفة منها وقال ستكون هناك بعثات ميدانية في الأسابيع المقبلة لتقييم المشاريع قيد التنفيذ التي يمويلها شركاء البلاد في جميع أنحاء التراب الوطني لا سيما الطريق العابر للصحراء وستتمخض من هذا الاتجماع قرارات مهمة تساعد في تكملة ما تبقى من تمويل تنفيذ الطريق العابر للصحراء وعرض المدير العام للبنية التحتية والنقل حسين سيدي جميع العقبات التي حالت دون تكمل التنفيذ مشروع الطريق العابر للصحراء في الوقت الذي حدد له وقال نحن نعمل جاهدين مع شركائنا في إيجاد حلول جزرية للمشاكل التي تواجهه وأوضح كل من ممثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك تنمية الدول الإفريقية المركزية وبعض الشركاء البلاد الأسباب التي أدت إلى عدم انتهاء مشروع الطريق العابر للصحراء في وقته المحدد وأكدوا بأنهم في تواصل دائم مع مسؤولي مؤسساتهم لتكملة ما تبقى من مصادر التمويل اشتركوا في القناة